اهلا بحضراتكم في هذه التغطية كشفت الاعلامية لميس الحديدي عن اصابتها بمرض السرطان منذ عشر سنوات وعن اسباب اخفاء اصابتها بالمرض عن الجمهور قائلة لما يجي لك كانسر بتستخبى ومن بحبش اتكلم عليه واجابت الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية لها على سؤال سبب اخفاء مرضها عن الجمهور وقالت ليه بتجيبي السيرة دي مش لازم ناس تعرف ده من عشر سنين ده وجع يخصني وخاف الناس تقول بتاجر بحاجة واضافت لميس الحديدي انا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر ولما بيجي لك كانسر بتستخبى عندي زرار جوايا بدوس على اي حاجة عايزة انساه يعني لو حد ديقني بعد سنة ممكن اسمحه ووصلت لميس حديثها قائلة لما عرفت ان مريضة عشت كابوس وقلت هيعدي ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني ان ربنا اخد بايدي من المرض وامي وعمر اديب وقفوا جنبي في تلك الفترة كمان اصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني واكملت لميس الحديدي صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة وكنت بخلص الحفلة وسجل حلقة الاستاذ محمد حسنين هيكل وكان من ضمن الاشخاص الدعمين ليه واسرته وقفت بجانبي ولم اغب في اي يوم عن الجمهور كمان اضافت الاعلامية لميس الحديدي قائلة كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الامور الكبيرة والصغيرة ولكن بعد استشارة عمر اديب ايضا اشارت الى ان اسرتها اسرة عادية ولها موعيد ثابتة في كل شيء حتى موعد الاكل لافتة الى ان الاسر تتحدث دائما عن الاخبار وقالت نحن نسافر كثير واوضحت لميس الحديدي انها اجتماعية للغاية على عكس زوجها عمر اديب برج العقرب الذي وصفته بانه لا يحب الاجتماعيات ويفضل ان ينغلق على نفسه واختتمت لميس الحديدي احنا الاتنين بنغير على بعض من زمان لكن انا تخطينا هذه المرحلة احنا متجوزين من 30 سنة هو بيغير كتير لكن ما بيقولش وكل حاجة بالصبر بتعدي خالص الامنيات الاعلامية لميس الحديدي بالشفاء العيل اذا مرة تانية كشفت الاعلامية لميس الحديدي عن اصابتها بمرض سرطان منذ عشر سنوات وعن اسباب اخفاء اصابتها بالمرض عن الجمهور وقالت لما يجيلك كانسر بتستخبى وما بحبش اتكلم عليه كمان اجابت لميس الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية لها على سؤال سبب اخفاء مرضها عن الجمهور وقالت ليه بتجيبي السيرة دي مش لازم الناس تعرف ده من عشر سنة وده وجع يخصني وخاف الناس تقول اني بتاجر لحاجة واضافت لميس الحديدي انا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر ولما بيجيلك كانسر بتستخبى وعندي زرار جوايا بدوس على اي حاجة عايزة انساه يعني لو حد دايقني بعد سنة ممكن اسمحه ووصلت لميس الحديدي حدثها وقالت لما عرفت ان مريضة عشت كبوس وقلت هيعدي ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني ان ربنا اخذ بايدي من المرض وامي وعمر اديب وقفوا جنبي في تلك الفترة ايضا اصدقائي وعلتي وبعض المقربين من واكملت صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة وكنت بخلص الحفلة وسجل حلقة الاستاذ محمد حسنين هيكل وكان هو شخصيا من ضمن الناس او الاشخاص الداعمين ليه وكمان اسرته وقفت بجانبي ولم اغب في اي يوم عن الجمهور كمان اضافت لميس الحديدي وقالت كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الامور الكبيرة والصغيرة ولكن بعد استشارة عمر اديب واشارت لميس الحديدي الى ان اسرتها اسرة عادية ولها موعد ثابتة في كل شيء حتى موعد الاكل ولفتت الى ان الاسر تتحدث دائما عن الاخبار مرضفة نحن نسافر كثير واوضحت لميس الحديدي انها اجتماعية للغاية على عكس زوجها الاعلامي عمر اديب برج العقرب والذي وصفته بانه لا يحب الاجتماعيات ويفضل ان ينغلق على نفسه كمان اختتمت لميس الحديدي احنا الاثنين بنغير على بعض من زمان لكن انا تخطينا هذه المرحلة واحنا متجاوزين من 30 سنة وهو بيغير كتير لكن مش بيقول وكل حاجة طبعا بالصبر بتعدي مرة تانية خالص الامنيات الاعلامية لميس الحديدي بشفاء العاجل حيث كشفت منذ قليل عن اصابتها بمرض السرطان منذ عشر سنوات وعن اسباب اخفاء اصابتها بالمرض عن الجمهور وقالت لما بيجي لك كانسر بتستخبى وما بحبش اتكلم عليه واجابت لميس الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية لها على سؤال سبب اخفاء مرضها عن الجمهور وقالت ليه بتجيبي السيرة دي مش لازم الناس تعرف ده كان من عشر سنوات وده وجع يخصني وخاف الناس تقول اني بتاجر بحاجة واضافت لميس الحديدي انا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر ولما بيجي لك كانسر بتستخبى وعندي زرار جوايا بدوس على اي حاجة عايزة انساه يعني لو حد دايقني بعد سنة ممكن اسمح كمان قالت لميس الحديدي ووصلت كلامها لما عرفت اني مريضة عشت كابوس وقلت هيعدي ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني ان ربنا اخذ بايدي من المرض وامي وعمر اديب ووقفوا جنبي في تلك الفترة كمان اصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني واكملت لميس الحديدي وقالت صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة وكنت بخلص الحفلة وسجل حلقة الاستاذ محمد حسنين هيكل وكان هو شخصيا رحمه الله من ضمن الاشخاص الداعمين لي واسرته وقفت بجانبي ولم اغب في اي يوم عن الجمهور واضافت الاعلامية لميس الحديدي وقالت كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الامور الكبيرة والصغيرة ولكن بعد استشارة زوجي الاعلامي عمر اديب واشارت لميس الحديدي لان اسرتها اسرة عادية وليها موعيد ثبتة في كل شيء حتى موعد الاكل ولفتت الى ان الاسر تتحدث دائما عن الاخبار مردفة نحن نسافر كثير كمان اوضحت لميس الحديدي انها اجتماعية للغاية على عكس زوجها الاعلامي عمر اديب برج العقرب الذي وصفته بانه لا يحب الاجتماعيات ويفضل ان ينغلق على نفسه واختتمت لميس الحديدي وقالت احنا الاثنين بنغير على بعض من زمان لكن لكننا تخطينا هذه المرحلة واحنا متجوزين من تلاتين سنة وهو بيغير كتير لكن ما بيقولش كل حاجة بالصبر بتعد خالص الامنيات للاعلامية لميس الحديدي بالشفاء العاجل واللي كشفت منذ قليل عن اصابتها بمرض السرطان منذ عشر سنوات وعن اسباب اخفاء اصابتها بالمرض عن الجمهور وقالت لما يجي لك كانسر بتستخبى وما بحبش اتكلم عليه واجابت لميس الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية على سؤال سبب اخفاء مرضها عن الجمهور وقالت ليه بتجيبي السيرة دي مش لازم الناس تعرف ده من عشر سنين وده وجع يخصني وخاف الناس تقول بتاجر بحاجة واضافت لميس الحديدي انا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر ولما بيجي لك كانسر بتستخبى وعندي زرار جوايا بدوس على اي حاجة عايزة انساه يعني لو حد دايقني بعد سنة ممكن اسم ووصلت لميس الحديدي حدثها وقالت لما عرفت ان مريضة عشت كبوس وقلت هيعدي ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني انه ربنا اخد بايدي من المرض وامي وعمر اديب وقفوا جنبي في تلك الفترة كمان اصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني وكملت لميس الحديدي وقالت صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة وكنت بخلص الحفلة وسجل حلقة الاستاذ محمد حسنين هيكت وكان هو شخصيا من ضمن الاشخاص الداعمين لي واسرته وقفت بجانبي ولم اغب في اي يوم عن الجمهور واضافت لميس الحديدي وقالت كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الامور الكبيرة والصغيرة ولكن بعد استشارة زوجي الاعلامي عمر اديب واشارت لميس الحديدي الى ان اسرتها اسرة عادية وليها موعيد ثبتة في كل شيء حتى موعد الاكل لافتة الى ان الاسر تتحدث دائما عن الاخبار مردفة نحن نسافر الكثير واوضحت ايضا خلال هذه المقابلة التلفزيونية انها اجتماعية للغاية على عكس جزه الاعلامي عمر اديب برج العقرب واللي وصفته بانه لا يحب الاجتماعيات ويفضل ان ينغلق على نفسه واختتمت لميس الحديدي وقالت احنا الاثنين بنغير على بعض من زمان لكننا تخطينا هذه المرحلة احنا متجوزين من تلاتين سنة وهو بيغير كتير لكن ما بيقولش وكل حاجة بالصبر بتعدي مرة تانية يعني خالص الامنيات للإعلامية لميس الحديدي بالشفاء العاجل ويعني كشفت الاعلامية لميس الحديدي منذ دقائق قليلة او يعني ساعات قليلة عن اصابتها بمرض السلطان منذ عشر سنوات وعن اسباب اخفاء اصابتها بالمرض عن الجمهور وقالت لما بيجيلك كانسر بتستخبى وما بحبش اتكلم عليه واجابت خلال تصريحات تلفزيونية لها على سؤال سبب اخفاء مرضها عن الجمهور وقالت ليه بتجيبي السيرة دي مش لازم الناس تعرف ده كان ده من عشر سنين وده وجع يخصني واخاف الناس تقول بتاجر حاجة واضافت لميس الحديدي وقالت انا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر ولما بيجيلك كانسر بتستخبى وعندي زرار جوايا بدوس على اي حاجة عايزة انساه يعني لو حد ديقني بعد سنة ممكن اسمح ووصلت الاعلامية لميس الحديدي حدثها وقالت لما عرفت ان مريضة عشت كابوس وقلت هيعدي ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني انه ربنا اخد بايدي من المرض كمان امي وعمر اديب وقفوا جنبي في تلك الفترة بالاضافة طبعا لي اصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني واكملت صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة وكنت بخلص الحفلة وبسجل حلقة الاستاذ محمد حسنين هيكل وكان هو شخصيا من ضمن الاشخاص الداعمين لي واسرته وقفت بجانبي ولم اغب في اي يوم عن الجمهور كمان اضافت الاعلامية لميس الحديدي وقالت كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الامور الكبيرة والصغيرة ولكن بعد استشارة عمر اديب واشارت لميس الحديدي الى ان اسرتها اسرة عادية ولها موعيد ثابتة في كل شيء حتى موعد الاكل لافتة الى ان الاسر تتحدث دائما عن الاخبار مردفة نحن مسافر كثير واضحت انها اجتماعية للغاية على عكس جزهة الاعلامي عمر اديب برج العقرب ووصفته بانه لا يحب الاجتماعيات ويفضل ان ينغلق على نفسه واختتمت لميس الحديدي وقالت احنا الاثنين بنغير على بعض من زمان لكننا تخطينا هذه المرحلة انا متجاوزين من تلاتين سنة وهو بيغير كتير لكن ما بيقولش وكل حاجة بالصبر بتعدي مرة تانية خالص الاعلامية لميس الحديدي باشفاء العاجل ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت اشتركوا في القناة